نهاردة هنتكلم عن الصخور او الروكس. ايه الصخور او الروكس دي? دي الاكسام الصلبة الموجودة عندي في الطبيعة. بيبقى فيها يا معدن واحد كذا معدن. بتختلف في الخصائص الكيميائي والفيزيائي. طب يعني ايه فيزيائي يعني ايه كيميائي? الفيزيائي دي يعني مثلا المسامية بتاعته. يعني الخروم اللي جواه. السقوب اللي جواه. طب هل فيها مية? طب هل بتسمح بمرور المية? طب كسفته قد ايه? طب لونه عامل ازاي? طب انا لو قسرت عليه بقوة هيحصله ايه? دي الخصائص الفيزيائية. خصائص الكيميائية. لو انا دلقت عليه مية ايه اللي هيحصله? لو انا دلقت عليه حب ده ايه اللي هيحصله? طب لو انا عرضت درد حرارة كبيرة ايه اللي هيحصله? انواع الصخور انا عندي ثلاثة, اجنيس روك, سيدومنتري روك, ميتامورفك روك. صاخر ناري. صاخر رسوبي. صاخر متحول. اول صاخر هلنتكلم عنه انه هاه الايجنيس روك. اجنيس روك ده بيسممه الرباري روكس او ام الصخور. زي ما قلنا في الحلقة تتبركين ان انا عندي حاجة اسمها مجمب تبقى تحت الارض او الصهير. المجمب دي لما تطلع في البركان وتطلع في الجناب بيبقى اسمها لغبة بس لا تبرد بيبقى اسمها إجنياشروك عندي تلات انواع. حاجة اسمها جرانيت حاجة اسمها بازل حاجة اسمها عندي زايت قولنا ان القشراء القرية القرات القرض اللى احنا ماشينا عليها دي الجرانيت. طب المحيط او الاوشن المحيط ده بيبقى بازل في حاجة بقى عندي اسمها اندي زايت. حاجة كده وسط بين الجرانيت والبازلت هي هي عموما تشابها الجرانيت قوي وبتختلف عن البازلت في نسبة السلكة اللي فيها اتسمى صخر الانديزايد دابل انديزايد لان اول عينة اللي اتخذت كتف جبل الانديز تم في القرن التسعتاشر تكلم على حاجة اسمها باون راكشن سيروس ايه باون راكشن سيروس دي عالم باون قال ان انا تبعا لدرجة الحرارة بتاعت المجمة بيبتدي يترصب معادن معينة يعني وانا نازلة بدرجة الحرارة ان انا عندي المجمة بتبقى سخنة كل ما تنزل في درجة الحرارة زي ستبس كأنك السلم كل ما بنزل في السلم بيبتدي ان انا ارصب معدن معين ب bemidos معينة يعني بعناصر معينة في المعدن ده يعني ايه عندي عالجنب اليمين في سهم مكتوب عليه bemidos bemidos يعني انا عندي ان المعدن اللي هيترصبAA في درجة الحرارة الفلانية اللي هو السهم اللي على الشمال هيبقى فيه العناصر الاعليمين بانا عندي سهمين الكمبزاشن والتمبريتشر فأنا عندي التمبريتشر أو الدرجة الحرارة اللي هيترصب فيها المعدل الفلاني الناحية التانية هيبقى عنده إيه من العناصر خلينا نقول إن المجمة في أول خلص ما تبطي تبرد تبطي ترصبلي المعادن اللي فيها العناصر معينة اللي هي الكالسيوم الماغنسيوم الحديد وأنا نزلة في درجة الحرارة يعني كلما درجة الحرارة تقل ببتدي أرصب معادن تانية فأوليد بعد خمسين في المئة من المجمة ما بتترصب بيبقى عندي حاجة اسمها بوتاسيوم وسوديوم بيبتدي يوترصبو يعني أنا عندي المعادن اللي هتترصب أول مرتفท COL bond الناحية التانية عندي نفة عندي ترتيب المعادن حاجة اسمهابقى فيلسك ومافك فيلسك ومافك دي احنا هنحاول ان نحطها على الباونر اكشن سيريز دي هتبقى أسهل بالنسباني تبطي عندي حاجة اسمهاب가는 مافك وحاجة اسمهاب necessary المافك دي هي المعادن الغمئة المعادن السوداء المعادن اللي بتبرد عندي الاول في المجمع اللي هي بتبقى غنية بالكالسيوم والماغنسيوم والحديد اسمها مافك عشان بيبقى لونها بلايك دي بتبرد عن درجة 1100 يعني لسه درجة الحرارة سخنة عندي فيها نسبة السيليكا بتبقى قليلة بتبقى فيها 45 ل55 دي بتبقى early stage من ان انا بعمل كولنج للمجمع فدي اول مرحلة بتبتدي انها ترصيب للمعادن دي وانا نزلة تحت ايه اللي بيحصل؟ مش قلنا ان الكالسيوم والماغنسيوم والحديد بيقلو؟ جميل انا بقى عندي بوصل لحد تحت بيدي حاجة عندي اسمها فيلسك الفلسك ده بنطلقه على المعادن الفتحة اللي لونها روز دي بتبقى بتبرد عن درجة حرارة 800 يعني انت خلاص انت درجة حرارة بتقل؟ بتبتدي معادن فتحة النهية اللي تترصيب نسبة السيليكا فيها بتبقى عالية جدا جدا بتبقى اكبر من 66% وذولا ان ؟ المكام اللي ببرد فيه مجمع وعندي جدا ما الله ؟ اخر قبل قصرة دي يوجد مجمع بردت قبل القشرة الأرضية س questioned what theの温泥 في المدانسيوم ويعند citizen نأخذ عين من هنا والأقصير من هنا سيحدث في المجمع بردت قرب القشرة الأرضية سوف اظن فيها بيدي المعادن باعنا المعادن ستبقى جبيرا بينها اما اللي هاخد فيها من اللي على اقدار البركان تبقى صغيرة اوي لازم اعمل حاجة اسمها سين ساكشن فيها او ان انا اخد فيها القطاع ابص عليه تحت الميكروش كور ايه اللي خلى فيه فرق كده؟ خلينا نبسطها بقصة صغيرة اقولي المعدن ده عبارة عن ابه وعنده قولات كتير فانا لما ببرد قرب القشرة الارضية باخد وقت اوي يعني بقعد اول المجمل تتفرج كده وبتقعد براحيتها تنزل براحيتها بدرجة الحرارة فانا بيحصل الاب ده؟ بيبتدي انه يلم كل عياله ويقف في المكان ده يعني انا مثلا معدن هو ببتدي ان انا ابرد بالراحة المجمة مجمة حتى ماشية بسرعة فكل العالم تنطورين في كل حتة نتيجة الحركة لما بتدي اقف عشان ابتدي اابرد واخد وقت simulate بيبتدي كل معدن يلم عياله ويقفو في حتة معينة فالحتة المعينة دي جم بها معدن تاني بعدها معدن تاني في حتة معينة فأنا لما أمسك الصخرة أجد أن كل معدن مستقل بزيته وقف في حتة فشكله كبير لأن أنا عندي أسرة مثلا من 20-30 نفر وقفوا في حتة واحدة فأنا هقدر أشوف آه لا دا معدن الفناني لما بص عليه وهو الصخرة في إيدي طب بالنسبة بقى للتاني التاني دا أنا عندي الناس برضو كلها بتجري في كل حتة جوا المجمة وفجأة المجمة تلعت بره من درجة حرارة عادي قوي درجة حرارة ليلى قوي بحصول أن يعمل لها شك أو أن هي تبرد بسرعة أنت زي ما بتبقى بمسل تحت مياه سخنة وفجأة تبقى فتح المياه الساعة اللي بيحصل جسمك بيحصله تشاك دا اللي بيحصل بزبط المجمة عندي العيل كلها بتجري في كل حتة وفجأة درجة حرارة هي بتديب كله يثبت مكانه فأوريدي إيه اللي هيحصل أنا مش هشوف المعدن المعدن هيبقى صغير قوي أني أنا عندي كل فرد وقفة حتة طيب أعمل إيه؟ أعمل حاجة السنسكشن أو القطاع العراضي اللي بيبقى في الصخر بقدر وابص عليه في المايكروسكوب إنها بتكبر لي المعدن هنقول إن المعدن الكبير الموجودة جنب الكشرة الأرضية اللي نشفي فيها المجمة براحتها وبتدي إنها تتبلور وكل المعدن بيلمع يقف في المكان بتاعه اسمها بوليطونيك بوليطونيك دي يعني السقور اللي أنا قادر أشوف المعدن فيها بعيني طب المعدن ما شوفها تحت المايكروسكوب واللي ترى تحصل لها تشوك فجأة دي المعدن هسميها فولكانيك فولكانيك دي اللي هي اللي أنا ما شوفهايش غير عن طريق المايكروسكوب كده إحنا خلصنا الإجنيس روك مرة جاءة نتكلم عن السيدمنتري بالموتامورفك وبكده نتكلم عن حاجة اسمها روكسايت يعني الإجنيس بيبقى سيدمنتري بيبقى ميتامورفك بيرجع تاني إجنيس إيه اللي هول ده؟ لا ده مش عدل ده اللي بيحصل فعلا في الطبيعة لديك معنا مرة جاية عشان تفهم إيه الموضوع ده شكرا